المخرج أمير نعم اليوم سوريا عم بتعيش أزمة بعد الكارثة اللي حلت فيها بعد الزلزال اللي ضربة مؤخراً وكلهاتنا كسوريين تأثرنا وعشنا لحظات قليمة خبرنا كيف عشت هاي اللحظات الأولى للزلزال هلا حقيقة أن الأشخاص طبعاً مؤمنين برب العالمين وكل شي من عند رب العالمين الحمد لله وكنت شخص جداً متماسك بهذا الموضوع والحمد لله كنت أول واحد بالشارع راكد راكد بالشارع يعني حسيت باللحظات الأولى أكيد شو حسيت باللحظات الأولى يعني أن ضبيت عيلتي كل هاته وصرت بالشارع يعني فكانت رعبة مخيفة لا توصف لأنه يسلم قلبك يا رب ويعني شعور فعلاً لا يوصف يعني وبدي عزي كل شي حدا تأثر ومن ضحايا زلزال والشهداء ويعني بيقول واحد لا حول ولا قوة لعزاء إلنا وللشعب السوري وفعلاً شي تحت حكم ألطاف رب العالمين صحيح ولكن رغم كل شي مرنا في أثبت السوريين قداش إيد واحدة قداش إنا نقلب واحد كانوا مع بعضهم اليوم شو رسالة لكل سوري بلشنا نسمع مؤخراً يعني بعد كل هذا التكاتف اللي عشنا أنه عم يصير في حالات استغلال بأجار البيوت بأسعار المواد فينا نقول على الأرض شو بتقول لكل شخص ممكن يستغلي هيك أزمة؟ يا جماعة خلا نوقف جنبات نحن كل ياتنا بحاجة لبعض كل ياتنا بحاجة لنكون جنبات وإيد واحدة وهي اللحظات لازمكون إيد واحدة في بعض الفنانين يعني بنعرف الدور الكبير للفنانين بهيك مواقف يعني ولو بكلمة في بعض الفنانين يعني طلعوا على الإعلام وحكوا عن تبرعات وكان إلهم مساهمات بالعلن وبعضهم الآخر كان بالسر فاتعرض الانطرفين للانتقادات أنت كيف بتشوفي الانتقادات؟ سدقيني هذا الموضوع بالذات مع رأيي العالم ما بيخلص الواحد لا إن واحد تبرع وما حكى هيخلص ولا إن واحد تبرع وحكى هيخلص فكل الطرفين ما رح يخلص بس أي واحد ساهم ولو يعطيكم كلمة يعطيكم العافية فهو كتر خيره أنت مع إنك تعلون ولا لا؟ أنت كشخص أنا لا أنا مالي مع آلون في شي واحد بينه بين ربه أكيد فتمنى كل لاتنا نكون إيد واحدة وبهلنا بهالوقت بحاجة نحنا كل لاتنا كسوريين وسوريا بخير أكيد حتكون بخير إن صالح سوريا بخير أكيد حتكون بخير شكرا شكرا شكرا